بعض الذبابات الإلكترونية ما زالت تحاول جاهدة سرقة المعمار المغربي ونسبها لها بشط الطرق والوسائل ولكن سنذكرهم بمعركة بقدورة سنة 741 ميلادية وهي مواجهة حاسمة بين الأمازيغ المغاربة والجيش الأموي وانتهت بانتصار كبير للأمازيغ فقال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك جملته الشهيرة والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولا أبعثن إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي ثم لا تركت حصناً بربرياً إلا جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو يمني وهنا نلاحظ أن الخليفة يتحدث عن تنصيب الخيام بينما يذكر الحصون الأمازيغية المغربية والحصن هو بنية عسكرية على شكل أسوار فعن أي عمارة تتحدثون يا من يذهب إلى إسبانيا من أجل سيلفي أمام صومعة الخيرالدة المغربية أو يأتي إلى فاس من أجل استنشاق عبق الحضارة فكفاكم هرطقات وسموا الأشياء بمسمياتها مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر